ومن ليبيا إلى تونس إتقال الاتحاد العام التونسي للشغل أنه يترك لأعضاه حرية التصويت بنعم أو لا في الاستفتاء على الدستور كانت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل عقدت اجتماعا لاتخاذ موقف من مشروع قانون الدستور الجديد وبموجب البنود سيتم الاستفتاء على تغيير النظام السياسي في الدولة إلى نظام رئاسي يمنح الرئيس صلاحيات أكبر ينضم إلينا من مدينة الحمامات التونسية مراسلنا سيف الدين العامري أهلا بك سيف إذن الحرية لعضاء الاتحاد بالتصويت بنعم أو لا تستفتاء على الدستور يعني مرحلة جديدة هل النتائج متوقعة أم أيضا لا يمكن التوقع في الحقيقة لا يمكن التوقع فيصل لأن المسألة تتعلق بقوة الاتحاد العام التونسي للشغل السياسي عبر عنها بترك حرية لقواعده بالتصويت بنعم أم لا أيضا هناك حلفاء لاتحاد الشغل من جمعية مجتمع مدني من نشطاء آخرين سياسيين إلى آخره أيضا قد فهموا إشارة اتحاد الشغل الآن بالحرية في التصويت بنعم أم لا إذن قوة الاتحاد الآن قد وزعت على قواعده ومواطنيه ولم يتخذ قرارا واضحا أو صارما في نعم للدستور أو لا للدستور وهنا نتفهم وضعية الاتحاد في البقاء على حياد سياسي بين هذا وذاك لأن ربما قد يكون الاتحاد الشغل إحراجا ما مع مجموعة سياسية قد ترفض الخامس والعشرين من يوليو ومجموعة أخرى في داخله تدعم وتوافق الخامس والعشرين من يوليو إذن ارتأت الهيئة الإدارية أن تبقى في الوسط على المستوى السياسي طبعا الاتحاد سيفسر في الأيام القادمة موقفه في بيان مطول من موقفه أولا من الهنات كما قال أمين عام اتحاد شغل منذ قليل نوردين طبوبي المتعلقة بدستور 2014 وأيضا بالنقائس التي رأها خبراء الاتحاد في مشروع الدستور الحالي 2022 تبقى الأيام القادمة طبعا تحمل جديدا بالنسبة لي كيفية ترجمة اتحاد الشغل لموقفه هذا على المستوى السياسي العملي واليومي نعم فيصل إذن كان معنا من مدينة الحمامات التونسية مراسل الناس في الدين العامري شكرا لك سيف اشتركوا في القناة